هي الأولى وسط ليها أخريات حملة كبرى لمكافحة التصحر تحت عنوان بغداد تزرع مرحلتها الأولى زرع فيها عشرة ألاف شجرة على طريق قناة الجيش بالتعاون بين الدوائر البلدية في جانب الرصافة مع دائرة المتنزهات والتسجير أطلقت أمانة بغداد اليوم حملة للزراعة عشرة ألاف شجرة في مدينة بغداد كان انطلاق هذه الحملة من قناة الجيش قناة الجيش عانت من الإهمال طوال الفترات السابقة اليوم مثل ما ترون قناة الجيش بدأت تتحول إلى أواحات خضراء ثم تقسيمها إلى عدة مقاطع حسب الدوائر البلدية المطلة لها باشرة ملاكات أمانة بغداد الدوائر البيدية المطلة على قناة الجيش تحديدا بإشراف دائرة المتنزهات والتسجير اللي جهزت كافة النباتات واليوم مثل ما تلاحظون استنفار لكل طاقات أمانة بغداد الحملة التي بدأت في طريق قناة الجيش بطول 42 كيلومتر ستستمر لزراعة الساحات والحدائق لزيادة المسطحات الخضراء زيادة لمكافحة التصحر وتقليل تأثير العواصف الترابية التي باتت تشتاح العاصمة بشكل متزايد هي جهود متعاظة من قبل أمانة بغداد من أعلى الهرام السيد أمين بغداد بإشراف المباشر ومشاركة دائرة المتنزهات والدوائر المطلة على القناة اللي هي بغداد الجديدة والغدير صدر واحد صدر اثنين الشعب الأعظمية الرصافة سوف يلاحظوا بناء محاط بغداد والمقاطع الرصافة هناك تغيير كبير في هذا الشارع الذي كان مهمول سابق الذي كانت مخصلة مبالغ كبيرة جدا من ناحية التطوير ولكن بجهود أمانة بغداد بجهود ذاتية من قبل أمانة بغداد هذا يحسب لسيد أمين بغداد سبعة دوائر بلدية ستنجز المرحلة الأولى ثم ستليها المرحلة الثانية والتي ستشهد اشتراك الفرق التطوعية مع كوادر الأمانة بجهود مشتركة كي تكتسي جميع مناطق بغداد الثوب الأخضر تعالت الأصوات حيال التسجير مع تزايد معدلات العواصف الترابية فجاء رد الأمانة بحملة بغداد تزرع خطوة لزيادة المساحات الخضرائي لمواجهة التغير المناخي من العاصمة بغداد بذر الركابي التغيير